أهلاً أحبائنا مشاهدينا مكتوب قد جعلت قدامك الحياة والموت البركة واللعنة فاختر الحياة نصيحة الرب اختار الحياة اليوم أحبائي خليني أحكيها بكل بساطة ويمكن أذكر ثلاث أو أربع أمور وهذا لازم أنت تعرفها في غاية الأهمية أولاً أحبائي يوجد في الحياة قراران واختياران إما أن تختار الحياة أو تختار الموت وهذا الجواب أنت اللي بتعطيه شيء ثاني يوجد بابان في الباب الضيق وفي الباب الواسع موجود في إنجيل متى إصحاح 7 آية 13 وآية 14 قال يسوع أنا هو الباب إن دخل بأحد فيخلص فإذن في باب وحيد لا تستطيع أن تدخل منه إلا من خلال يسوع المسيح فهو الذي قال أنا هو الباب شيء ثالث يوجد طريقان طبعاً يعني في بسفر الأمثال يعني في طريق تظهر للإنسان أنها مستقيمة عاقبتها الموت إذا الإنسان مش منت به إذا الإنسان مش واعي في طريق الموت والإنحضار إلى الموت وفي طريق الحياة لكن المسيح قال أنا هو الطريق والحق والحياة ليس أحد يأتي إلى الآب إلا بيه خلينا أضيف شيء رابع في شيء رابع يوجد مصيران وهذه المصيران ما فيش ثالث يعني ما فيش فترة انتقالية ولا فترة مطهر ولا أي فترة إحنا بنتكلم بحسب ما يقول الكتاب المقدس المصير إما جهنم النار الأبدية إلى أبد الأبدين وإما الحياة الأبدية من خلال يسوع المسيح فلاحظ الأربع أمور فيه اختيارين اختار الحياة فيه طريقين اختار طريق الحياة فيه بابين اختار يسوع وفيه مصيرين اختار الحياة الأبدية وأنا بصلي أنه هذا يكون قرارك من كل قلبي في هذا اليوم اشتركوا في القناة